السلام عليكم اهليا فيكم في فيديو جديد طبعا يوم راح نتكلم معكم عن برنامج فادني مدة اسبوع فحبيت اني اشاركه لكم اتمنى يمكن نبدأ هذه السلسلة وكل فترة نزل لكم برنامج اني عجبني واستخدمه كثير فنشوف تعليقاتكم ودعمكم من الغناه اذا كانت كويسة راح نكمل هذه السلسلة البداية نفتح بستور نكتب اسم البرنامج اسم البرنامج اسم البرنامج باتري بلس اذا ما نشوف باتري اتش دي بلس تقدر حط بلس او يطلع لك على طول فوق اذا ما نشوف نضغط عليه هذا اسم البرنامج ما يحتاج اني يحطه تحت في الرابط حقه ولا شيء باتري اتش دي بلس يطلع لك هذا هو هذا صورته التغيم حقه عالي يعني 4.5 ممتاز جدا يعني في برنامج داني ما ادري هل نفس الشركة ولا لا لكن هذا مدفوع انا عندي في المنطقة مجانة بعض المناطق يعني صار حصاب حقك سعودي ولا اي حساب ثاني مثلا يكون بفلوس على حسب المناطق ما ادري كيف مهم ان على حسب الريجون فراح نتكلم لكم احنا عن ميزة البرنامج هذا وليش انا عجبني لو بنشوف مثل ما لديكم شو التغيم حقه فوق الف ومية تغريبا تغيم فبرنامج جدا جدا فادني راح علمكم ليش فادني وش الميزات اللي فيها حين خلنا بدأ البداية كبداية بما ان السوتير عندي الايوستي هتين فاللغة حقتي انجليزية شويت انا عشان مسوي لكم الشرح دخلت على ذات ونزلت تحت دخلت البرنامج وخليتها باللغة العربية فااسف اذا اللغة شوي لان اوكي هذا الشي اللي يخليني ما خلي البرنامج باللغة العربية لان المبرمجين برمج اصلا اجنبي فيحط لك اللغة متفهم شي اللي كاتبه اصلا المهم نخش على البرنامج هذا هو نضغط عليه شي اللي عجيبي في البرنامج كبداية لو بنشوف معكم اول ما تفتح البرنامج يعطيك النسبة شي طبيعي اللون الاحمر يعتبر غليل الشحنة حين الحالي يعطي لي ساعتين وست دقائق يقول لي الاستعداد اللي هو طف الشاشة يعطيني يوم سبع ساعات و 11 دقيقة مثل ما نشوفه الكلام اللي تحت مكتوب هنا ما دينها الواضح ان لكم ولا لا هنا الوساط على الواي فاي يعطيني 2 دقيقة على الموسيقى والفيديو 15 دقيقة على الانترنت ممكن على الشريحة على الواي فاي 17 ساعة ودقيقتين على الهاتف الخليوي على الشريحة تقريبا ساعتين تقريبا الكشاف اللي هو الفلاش يعطيني 6 دقائق لد كاتبينها لو بتكلم على الفور جي بيعطيني ساعة و 49 دقيقة ما لي بالاشياء هذه يعني بس بقراها لكم بشكل سريع تصفى الانترنت على الواي فاي ساعتين مثل ما قلتكم تصفى الانترنت على الشريحة ساعة و ساعتين تقريبا برضو 17 دقيقة و 18 دقيقة الفرق القراءة 31 دقيقة ملاحة بالاغمار الصناعي الهو جي بي اس 3 دقائق لالعاب على 2d 7 دقائق لالعاب على 3d 4 دقائق كشاف 6 دقائق بعض النفس الخيار لهنا نجي هنا هنا الشيء اللي يعجبني مثلا فوقي يقول لك زمن الشحن على الاسي قصد على الشحن السريع راح يعطيني ساعتين الا عشان يشحن فل من ما ان انا طرع على 13 شحين وعلى الشحن العادي بالنسبة لي ما في بارك المهم الشحن الحالي ساعتين 6 دقائق لان قبل شو انا حط على الشحن البطيء تعرفون اني اكتر شي استخدم الشواحن دي لاني بحطوا بنام فعادي وقت التحدث برضو عادها هنا الدردشة بالفيديو عادها الاستعداد عادها طيب نجي هنا المسيغة هنا التفصيل بس يعني هنا اللي عجبني اذا تحطها في الشاحن تعرف ان الحرارة حق الجهازك عادية ولا مرتفع والجهد حق الكهرباء هنا يعطيك اياه فحركة حلوة هنا لو نجرب نحطها في الشاحن قبل ما نحط في الشاحن هنا في الاعدادات اذا نخش هنا يعطيني خيارات هذي الافضل ميزة عندي هذي انا منزل برامج اصلا حق هذي نصائح البطارية معلك منها الادات الاداء الدكي هنا الخيارات اللي قبل شوي اللي موجدين بره هذي اللي تقدر تفصل لهم بدون يعني على يطلعون لك هنا في الجنب على الوجه تقدر تتعدل تتعدلهم من هنا تخشل الادات 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 الذكاء ما ادريد الادات الاداء الذكي تقدر تطفي وتشقل في اشياء ثاني برضو تشقلها مثل الحرارة انا بيها هذا اللي يعجبني زمن لو بحطها وهذا الخيار الثاني الاستهلاك الحالي هذي الاشياء اللي استخدمها تغريبا الاستعداد ما توقع استخدمها بس نخليه اوكي نتصفح الانترنت ما استخدمها فاطب فيها نخليهم كده مثلا على حسب انت واستخدامك مثل ما قلت لك فلو بتطلع هنا تضغط هنا بتشوفهم هنا طلعين لك طبعا مبل عربي ستاند باي هنا تشارج واليو اس بي سي مثلا على الشحن العادي ويو اس بي لي على الشحن السريع كم يعطيني فحركة حلوة من بره طيب نرجع هذا الخيار وهذا الاشياء اللي حطيته هنا هذا الشيء اللي ابي بس خلني نكمل على الشيء الثاني نرجع لها عاير جهازك اللقاء ما ادري كيف منه افضل الشحن تست حق الجهاز بتسويه لازم فوق ال 50% اوكي احد يستخدمها ما لكم شغل فيها اوكي الوان البطارية انت بكيفك اللون الاحمر الاخضر فانت تقدر تغير الوان بكيف كنت اذا ما نشوف الالوان هنا امنع وضع الخمول هنا اذا يعني طفيت ده الخيار او شغلت الخيار تشغيل الموسيغة عند اكتمال الشحن ما بيها ديانا يعني يجيك تنبيه او شيء موسيغة انه خلاص شحن صار فل ما ابي ذلك الخيار انا الشيء اللي عجبني هنا هنا والاكثر اني قاعد استخدم ابل واتش فهذا الاكثر شي برضو ابيعلمكم كيف اول شيء لدي ذات انا ما ابي التنبيه لافضي او قصدهم انه يقول لنسبة البطارية انتو بكيف كنتبونا اشقونا انا ما ابي انا بس ابيتنبيه عادي نرجع هنا على الاضافية هنا ان التنبيه تقدر تخلي مثلا خلاص ما يجيني من الساعة 11 المساء الى عشر الصباح انتو بكيفك مثلا دلوقت تكون نايم دلوقت تكون مشغول فتحط انه ما يجيك تنبيه هذا الخيار افضل شي عندي هذا اللي يعني الاشخاص ازم يجلسون يعني خصوان عندهم اجزة ساعة ابل او حتى بدون ساعة ابل بيجيك تنبيه على الجهاز فهنا تبي نبهك الجهاز وهو قاعد تنزع يعني افصلت الجهاز حين مثلا وفي مئة في المئة بنبهك اذا وصل مثلا ثلاثين بتحطه في الشاحن او خمس وذلاثين بحطه كيف كنت كما تشق الواحد يجيك تنبيه لها او في الشحن رجيت تشحن مثلا حين لو بحطه في الشاحن اذا وصل 50 في المئة يجي الانتوكيشن ويقول لي اشعار ان او وصل على فمئة او برضو يجيني اشعار على الساعة يعني مثلا حطه في الغرفة انا طالع برة في الصالة أو شي جيني يشعر في الساعة أن جهازك مدر وصل خمسين أنا الأفضل شي عندي أني أخلي خلاص توصل مية في المية إذا شحن فول يجيني يشعر أني يقول لك جهازك شحن فول فمثلا أصحى من النوم مثلا خصون في الويكند ما رح أستخدم جهازي فأخلي شحن بعد ما أصحى من النوم أحطه أجيه في الصالة باشوف لي شي في التلفزيون بطبخ شي خلاص خلي في الشاحن عادي ساعتين دراسات عادي بالنسبة لي أو إنما نحطه على صلات الفجر أصحى صلات الفجر أحطه يشحن أصحى من النوم بعد ساعة ساعتين وبرضه ما بعد يشحن لأنه نحطه على الشحن البطئي مثل ما قلت لكم يبدأ مثلا 20% أو شي أقوم وتمشي في الصالة أو شي أجلس بشوف شي في البيت إذا الشحن فول يجي لي تنبيه وقم آخذه فخيار حلو أنصح كل شخص يحمل البرنامج ويشقل الخيارات ده وبكيفه يحط التنبيه وقت ما يبي يبي تنبيه برضو لجب ينزل بكيفه فحركة حلوة أنا أخلي مثل هنا مثل ما قلت لكم مثل ما نشوف يقول لك هنا أحيانا الإشعارات ما تجي كذا كانوا باتصل على الإنترنت فأحيان لو بحطها في الشاحن مثل ما شو حطنا في الشاحن نشوف أحيان الخيار شلي بيعطينا هذا أحيان هم حطوط على الشاحن هنا الشحن الحالي ساعتين وست دقائق يبيل عشان يشحن هنا برضو يعطيك الغراف أو شي لحق الشحن يعطيك من الصفور إلى من متى حطيته إلى متى يعطيك الخيارات كلها من هنا يعطيك الغراف يستغرق ساعتين وست دقائق فلو بنروح هنا نشوف إنه ساعتين وست دقائق على الوصب العادي مش على نترك الجهاز عادي نخلي مثل ما قلت لكم في الشاحن نروح على أي مكان يجيك نتفيكيشن هنا ويجيك نتفيكيشن برضو على شاشة الجوال شوي أوكي هذا أحسن شي بعرضه في في الفيس ان لا يطلع لكم النتفيكيشن حركة حلوة بس ومثل ما قلت لكم البرنامج في أبوستور موجود تفتح أبوستور تكتب باتري باتري HD بلس ونشوف البرنامج هذا هو أوكي هذا هو المرامج إذا بحثت عن بعد يوم أو يومين من نزول الفيديو وما شفت موجود عرف أنه حذفو أوكي باب موجود عندك بفلوس لأن الريجن حقكي الآن في أمريكا ملجانا بس يشتغل على أي فود على أي باد على أي جهاز ثاني ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغنام من أشهر المقطع وعمل لك في المقطع مثل ما تشاهرون هنا تنبيه ماذا حطيته على إشحن فل فيجيك تنبيه ويجيك تنبيه في الساعة إن جوالك جاء بأنه معروف إن عندك ساعة أي تنبيه يجيك في الجوال أصلا بيجيك في الساعة فحركة حلو حتى لو أنه ما عندك البرنامج ومنزل برنامج هنا أنا منزل البرنامج برضو في الساعة ما بي هذا هو البرنامج نفسه فهم ما يحتاج أصلا تنزل البرنامج أي شعار بيجيك في الجوال بيجيك في الساعة إذا أنت مشاقلة هذا هو الغراف الذي قبل قلت لكم كيف الشحن يرقوا ينزل أول تشارت فمثل ما قلتكم مرة ثانية في نهاية الفيديو تنسونا اشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحتهم مني ولا تنسونا في مفضل دعاكم والسلام عليكم كتبوا لي تحفي التعليقات إذا حبيتنا نكمل السلسلة دي ولا لا